اعتراف أمريكي جديد بارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليمن هذه المرة على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوسف فوتل الذي أقر بمقتل 12 مدنياً في العملية العسكرية التي نفذت أواخر يناير الماضي في قرية يكلا بمحافظة البيضاء وقال في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهم اتخذوا القرار بناء على أفضل المعلومات المتوفرة لكن ذلك تسبب بسقوط ضحايا مدنيين مشيراً إلى تقبله تحمل المسئولية عن أوجه القصور في العملية منذ بدء العمليات الأمريكية ضد ما تصفه بأهداف تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن قبل نحو 16 عاماً وسقوط الضحايا المدنيين لم يتوقف ولعل أبرز العمليات تلك التي استهدفت منطقة المعجلة بأبيان منتصف سبتمبر 2009 بصواريخ كروز وناجم عنها مقتل نحو 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال اعتذرت بعدها الحكومة الأمريكية وتكفلت الحكومة اليمنية حينها بدفع تعويضات لأسر الضحايا وفي الثاني عشر من ديسمبر 2013 قتل ما لا يقل عن 12 مدنياً وأصيب آخرون حين أطلقت طائرة أمريكية بدون طيار أربعة صواريخ هيلفاير على موكب لأحد الأعراس في رداع بالبيضاء الإدارة الأمريكية استخدمت بشكل مكثف طائراتها بدون طيار في تنفيذ عملياتها ضد تنظيم القاعدة وأعلنت أنها تمكنت من اغتيال غالبية قيادة الصف الأول والثاني خلال العامين الماضيين ولكنها تسببت بمقتل المئات من المدنيين بدون ثمن ولم تطالب أي جهة يمنية بوقف تلك الغارات كما لم يتم تعويض الضحايا يتساءل مراقبون حول ما هي الالتزامات المترتبة جراء الاعتراف الأمريكي بسقوط مدنيين بينما يرى البعض أن ذلك الاعتراف ليس إلا فصلاً جديداً في الصراع بين الأجهزة الأمريكية ولن ينجم عنه أي تحول في الموقف الأمريكي تجاه الأوضاع في اليمن ترجمة نانسي قنقر